نروح لأول فكاراتنا في برنامج الأشبال أخبار الناشئين في الصحف والمواقف هنبتديها مع 2001 وهنبتديها مع أول خبر معنا مع أهلي 2001 أهلي 2001 يفوز على غزل المحلة بهدف نظيف في افتتاح بطولة الجمهورية سجل هدف الأهلي في ديئة 60 اللاعب أحمد أشرف من ركلة جزاء الجهاز الفني لفريق 2001 كابت ناسي ردوان مدير فني معتز إينو مدرب عام تامر ديسوي مدرب حراس محمد إيمان طبيل فريق محمد راشد داري فريق وأحمد عبدالخالق مدل نروح للخبر الثاني ونتاج الجولة الأولى لدوري الجمهورية للناشئين موليد 2001 وأبرزها فوز الزمالك على البنك الأهلي 32 فوز الأهلي على غزل المحلة 1-0 وفوز الإسماعيل على بيراميدس 2-1 ويكون معانا يعني بعد شوية جرافيك بكل النتائج نروح لألفين وستة أهلي 2006 يفوز على الانتاج الحربي بسنائية في افتتاح بطولة الجمهورية سجل أهداف الأهلي عمر سيد معاود في داية 48 ويوسف السيد في داية 77 عايز أقول برضو الجهاز الفني لفريق 2006 كابتن سيد غريب مدير فني أحمد صديق مدرب عام محمد فتوح مدرب حراس مرمى علاء مأمون طبيب الفريق وعمار فتح الإداري وأحمد ممدوح المدل هنروح لنتاج مباريات الجولة الأولى لدوري الجمهورية للناشئين 2006 الجولة الأولى أسفرت عن فوز الأهلي طبعا زي ما قلنا على الانتاج الحربي 2-0 والإسماعيل على المقاولين 1-0 وفوز الزمالك على مصر المقصة 3-1 خبر اللي بعد كده دجلة يستعير موهبة هجوم ناشئ الأهلي صالح نصر لعب فريق الشباب لمدة موسم كل التوفيق لصالح نصر ودي إعارة مهمة جدا للاعب موهوب عندنا محتاج فرصة ومحتاج خبرات إن شاء الله يكون موجود ويرجع السنة الجاية لفريق النادي الأهلي الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي نعلم ناشئ الأهلي أن ما يعرفه الفريق هو الفوز فقط ودي الرسالة المهمة جدا الأجيال بتسلمها لبعض الرسالة المهمة أن كل لعب كبير في الفريق الأول بالنادي الأهلي بين للرسالة دي للناشئ الصغير دايما بنلعب على الفوز وده اللي بيتعلمه بأيضا في قطاع الناشئين في النادي الأهلي وزير الرياضة الدكتور أشرف صبح يحضر مران معسكر منتخب الشباب قبل الصفر إلى تونس كل التوفيق لمنتخب الشباب بقيادة كابتر ربيع ياسين وأيضا موجه الشكر للوزير الدكتور أشرف صبح على مجهوداته الكبيرة خلال فترة السابقة موجود مع كل المنتخبات منتخب الشباب منتخب الأولمبي المنتخب الأول كمان قبل المباراة المهمة هي مباراة نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا الأهل والزمالك مبادرة ليل التعصب عشان كده بنحاية الدكتور أشرف صبح على المجهودات الكبيرة وأتمنى كمان مبادرة نبز التعصب وليل التعصب تستمر خلال الفترة اللي جاية إن دايما يعني التاريخ بقوني للأهل والزمالك دايما لهم علاقات قوية مع بعض